يمكن وجود بيتسو موسيماني المشكر طبعا على تفاعله هو وعيلته مع الحلقة اللي عملناها الثلاث اللي فات الحقيقة كان رد فعل راقي جدا منه انه تفاعل مع الموضوع اعتقد انه اعصابه اهدى لما جربت الثلاث مطشوات اللي فاتت موسيماني بقى لما جربت الثلاث مطشوات اللي فاتت والثقة الكبيرة اللي مديه له مجلس تدارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الاهلي ودعمه لا محدود لموسيماني وللتجربة اعتقد ده هيفرق معه جدا ايجابيا في المباراة اللي جاي يمكن دي اول مباراة تعتبر اه محكة حقيقي او اختبار قوي لموسيماني والفري النادي الاهلي في الولاية الجديدة له هنا في التجربة الجديدة بتاعته في مصر فاعتقد انه المباراة فنيا ما بين الاتنين مدربين هتبقى مباراة فنية عالية جدا اعتقد كمان انه الوداد طول الفترة اللي فاتت في بطولة افراقيا بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد يعني تقريبا قريب من الطريقة اللي انت بتلعب بيها فعلى ارض الملعب يبقى فيه ندية كبيرة جدا عندهم ما اعتقدش انه عندهم نجم اخطر من كزادي كزادي كسونجو اللي هو فرود منتخب الكونغو بيلعب المغرب دلوقتي ماتش ودي اه اشغال حاليا فاعتقد انه فريق الوداد مش اللي يخوف قوي خصوان بعد ضربة انه ما اخدش الدوري هاخد من ما اخدش الدوري دي ممكن تأثر عليها عمر يعني احنا دايما بنتكلم ان النادي الاهلي ودايما كنا بنقول مهم جدا انه يحسم الدوري بدري عشان ياخد الثقة ويبقى يتأهل عنده فرص لتأهيل الفني والمعناوي بشكل كبير تفتكر الوداد في اخر يمكن لسه اول امبارح يعني بنتكلم في اول امبارح دي ممكن كلها تأثير معناوي وبدني على مباراة النادي الاهلي انه كان بيحارب كل المتشاط اللي فاتت بقاله بيلعب اربع اربع اخمس كل تلات تيام وييجي على مباراة كانت مهمة جدا عمل مجهود رهيب تفتكر ممكن ده يكون فيه حسابات كمان مسماني انه ممكن بدنيا يأثر عليه في المباراة اعتقد اهل يعني خلينا نتكلم زي ما حضرتك ذكرت انه المباراة مضغوطة في وقت قليل مع الضغط العصبي بتاع ان انت عاوز تحسم دوري صحيح وبتنافس على دوري فالموضوع ده مش سهل جدا يعني حضرتك شفت عشت ده مع كايزر سلاوترن مع حتى نيوشة تلقب لكده انت بتبقى طالما عندك هدف او تارجد عايز تسعد اوروبا عاوز تاخد دوري تبقى مضغوط صحيح ما بالك بقى في ظروف الكورونا بدون جمهور الدوري بيدعي منك ضغط عصبي وبدني شديد جدا اعتقد انه ده هيأثر على فريق الوداد على العكس انت هنا حسامت الدوري بدري حسامت الدوري بدري فاخدت اريحية شوية انك بتجرب بتدي ثقة لبعض اللعيبة عشان لما تسافر لو فيه اي حاجة لقدر الله مفاجأة بتقدر تتعامل معها بسرعة في نفس الوقت معنويا اعتقد انه اكيد هتأثروا بالخسارة وخصوصا انه سعيد النصري رئيس نادي الوداد بيبقى عنده طموح انه عاوز ياخد الدوري دايما يعني على طول عنده طموح المنافسة بينفس الرجاء هناك والرجاء كمان يعني كعبه عالي المسم ده الوداد مشاكله كانت كتير فنيا واداريا طول المسم اعتقد انه ده هيأثر لكن اتمنى انه يعني لعيبة النادي الاهلي كمان تبقى في اعلى مستوياتها الفنية والبدنية علشان تستغل اي هفة واي خطأ على ارض الملعب وتقدر انها تحسن من المباراة هناك مباراة الذهاب هتفرق كتير جدا لو جبت جول هيفرق معاك ما استقبلتش جول هيفرق معاك لما تيجي مصر هو ده الاهم